شكرا جزيلا دولة رئيس والحقيقة هيتم عرض سريع جدا في التفاصيل احنا زي ما وعدنا وزي ما دولة رئيس اوضح احنا النهاردة بصدد لما اتكلمنا على الحزمة الاولى من التسليلات الضربية كفكرة ثم جينا طرحناها بقى بالتفاصيل النهاردة داخلين في الات التنفيذ وزي ما قلنا احنا مش كل الالات الا 20 اجراء اللي احنا وعدنا بيهم في كتير منهم على فكرة بدأ تطبيقه بكرارات ادارية في كتير منهم بيتطبق يعني هنطلقه في توقيتاته السليمة لكن احنا وعدنا انه العشرين اجراء هيتم تنفيذهم بالكامل هذا العام كان في بعض الاجراءات والاصلاحات دي بتتظل بتعديلات تشريعية فاحنا جايين بالتعديلات التشريعية دي وزي ما دولة رئيس اوضح كان فيه 3 تعديلات تشريعية مهمة او نعملها عشان خاطر نقدر باذن الله نفعل كل الاجراءات اللي تمت خلينا يعني نروح في اول حاجة هو موضوع ما كانش عندنا زي ما قولنا قبل كده نظام ضريبي متكامل للمشروعات الصغيرة وريادة الاعمال وشركات النشئة اللي هي بتكبر جدا في مصر اللي هي مجموعة من الشباب ممكن يعملوا مشروع ويبقى بيصدر لبرا اللي هو حد عنده فكرة وبدأ مشروع عايز يكبره فاحنا عايزينه نكبر وعايزينه يعني يبقى عنده قدرة انه يستفيد من كل اميكانيات الدولة من تمويل وغيرها وبالتالي بنجدله هنا الية متكاملة انه يخش في المنظومة بشكل سريع وبشكل جيد ده جدول بيلخص قد ايه حجم الفايدة اللي ممكن ترجع لاي مشروع صغير او متوسط حتى 15 مليون جنيه انه ينضم لهذه المنظومة الجديدة هتلاقوا انه فيه حاجات كتيرة جدا 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 كان في الوضع السابق هو مطالب بيها ضرائب الدمغة رسم التنمية رباح الرأس ملاقي كل ده اتشال ضريبة توزيعات للارباح كل ده اتشال حتى 15 مليون جنيه وكان قبل كده بيمثل عبق عليه يمكن فيه ارباح تجارية وصناعية هفضلت موجودة لكن الحقيقة ان احنا بسطناها جدا بدل ما كان بيدفع رقم من ارباحه 22.5% ويبقى دايما في خلاف مع المصلحة ايه الاراد وايه المصروف وايه اللي يدخله وايه اللي يستبعده احنا عملنا له منظومة بسيطة جدا ضريبة قطعية بيدفع على كل شريحة رقم محدد وبالتالي هو عارف ايه اللي عليه وهو بيعمل المشروع وعارف قد ايه اعباؤه ونفس القصة في ضريبة الكيمة مضافع عملنا له تسهيل مهم قوي وده بيفرق جدا لشركات الجديدة عشان يديله سيولة بدل ما هو بمطالب يسدد الضريبة اللي هو حقيقة الامر هو الزبون هو اللي بيتفعها او العميل هو اللي بيتفعها لكن برضو معانا في المساعدة بدل ما يدفع الضريبة دي كل شهر احنا قلنا له هتتفعها اربع مرات في السنة وبالتالي بيعنده مساحة ووقت وسيولة افضل ونفس القصة في ضريبة الاجور لو عنده حد بيشتغل وهو بيدفع عليه ضريبة او الموظف اللي عنده بيدفع ضريبته بدل ما يدفعها كل شهر فكان بيدفع مرة في السنة التسوية الجماعية في اخر السنة وكل شهر يقدم اكرار ويسدد جزء من المبلغ وانه هتسوي هذا المبلغ مرة واحدة في السنة وبدون اي امور اخرى كمان عملنا حاجة مهمة جدا انه اعتبرنا ميلاد هذه الشركة من ساعة ما ينضم لهذا القانون ويسجل وبالتالي مش هنبص الورا خالص هنبص القدام وهنبتدي معها بداية جديدة ويهمنا انه يكبر ونستعوا بهذا الكبرى وبالعكس عايزينه يعني يمه بشكل كبير اوي وقلنا حاجة مهمة جدا في القانون لمدة خمس سنوات ما سيتم تقديمه من جانب الممول عشان نرجع تاني الثقة ما بين الطرفين سيتم كبوله دون فحص هتم كبوله دون فحص واثقة في ما يقدمه واحنا متأكدين انه الناس ان شاء الله مع التسويق جيد ومع ان احنا نوصل للمعلومة ومع ان احنا نوجد الاليات دي على الارض باذن الله يعمل نقلة كويسة فدي مجموعة من الشروحات البسيطة اللي انا قلته انه ازاي النهاردة بعارف الممول ضريبة بعد ما يعمل ربح وبعد ما يكبر عارف بالضبط هيدفع كام من اول يوم مش محتاج يخش في اي خلاف ولا يبقى عنده اي مشكلة والاكرارات مبسطة جدا ويعني يبقى عنده مساحة من الحركة وان هو يقدر يخطط لمستقبله لما جينا عارضنا في الاول قلنا محتاجين بساطة وسهولة ويقين وبتالي هزي المنظومة تتيح هذا الامر للشركات وزي ما وضحت حتى الدفاتر والحزبات المبسطة احنا كنا زمان حتى الاكرار اللي طالبينه منه باكرار بسيط عدد صفحات قليل وفيه عدد معلومات بسيط وحتى الدفاتر مش طالبين منه دفاتر التقليدية الشركة كبيرة طبعا كل مشاركات بتبقى كبيرة كل ما بحتاجة اه يعني تستسمى هذا الامر لك احنا بنبسط عليه اي تكاليف سواء ان هو محتاج يجيب محاسب او ان هو يجيب اي حاجة بنعمله امور بسيطة جدا وبالتالي يقدر يخش في المنظومة بقى عباء قليلة جدا فده اول مشروع تم النهاردة وهو متكامل وعلى فكرة احنا اشتغلنا في هذا الامر مع كل مجتمع الاعمال ومع كل المتخصصين وبنعمل بروتوكولات دلوقتي مع جهاز مشروعات اه صغيرة وووووضاة الصلاة عشان نساعد فان احنا نوصل لكل الناس ونشرح لهم هذا الامر ونشجحهم ان هم يستفيدوا من الدولة بتتيحوا دلوقتي موضوع التاني كان مهم اوي هو فكرة ازاي نقف الكل القديم والمشاكل القديمة والنزاعات والقضايا اللي هي بتمثل عبق على الجميع علينا وعلى الممول فالنهاردة الحمد لله بندي مجموعة من التسيلات الكبيرة جدا وبنقول للناس تاني برضو مبدأ الثقة انت النهاردة بنقول سواء على فكرة التسيلات دي لكل الممولين الموجودين وحتى بنوجد حاجة للممول اللي ما كانش عندنا وحابة بيجي النهاردة يسجل احنا نقول له تعالى نسجل وهنتدي برضو معاك صفحة جديدة بنديك فترة تعالى نسجل وبتدي معاك فترة جديدة صفحة جديدة لكن كمان بنقول للناس حتى الممول المنتظم لو انت كنت نسيت اكرار او عايز تعدل رقم من 20 ل 23 كل التلات سماوات دي لو انت نسيت اكرار كان عندك مشكلة في السيستم لو انت بترفع اكرار حصل مشكلة المحاسب عندك نسي حاجة تعالى قدم هذا الاكرار تقدم اي تعديل ومش هنتعامل معاك الا بمنتهى الجدية وهنقبل هذا التعديل دون اي عقوبات خالص يعني عاديناك انت تصوب من نفسك وتيجي لو حبيت وممكن كتير جدا يكونوا مصوبين من نفسهم ومش محتاجين هذا الامر لكن قد يكون في بعض الناس محتاجين ومش هنتعامل معاك زي ما قلت باي مشاكل لكن الاهم بقى طيب قبل 2020 كل المشاكل والنزاعات اوجدنا لها حلول منطقية جدا 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 الحلول دي مكناش عارفين نقولها بدكة لان كنا لسه في اطار التجهيز دي لكن النهار دا نتكلم نقول بمتالة الوضوح احنا سواء اي تقديرات جزافية لم يتم حسمها اوجدنا حل بسيط جدا رقم يجي سدده ونخلص ويقدر في ملفه وياخد حاجة مهمة جدا هيكون مخالصة عن السنة دي ضريبية يبقى معاها ورقة خلاص بتقول ان هو ممول سدد كل انواع الدرائب اللي عليه وده لكل انواع الدرائب مش لدوع واحد معاهم الدرائب اما بقى لو كانت اقدر بشكل جيد وتفحص وهو واحنا اقرينا مع بعض رقم معين واتفقنا عليه فمتقول له خلاص تعالى سدد لو رقم انت سددته خلاص عنديك مخالصة لو انت ما سددش الرقم دا تعالى سدده خلال فترة معينة ومش هبقى فيه اي غرامات ولا اي عقوبات ولا اي اعباء اضافية وبالتالي اوجدنا حل كامل سواء للنزاعات المبنية على تقديرات جزافية او النزاعات المبنية حتى على تقدير حصل فيه توافق ما بين الطرفين لكن كان مشكلة كبيرة ازاي ان هو ما يبقاش عليه غرامات او اي اعباء اخرى واوجدنا حاجة مهمة في القانون ان احنا حطينا نص صريح بيقول انه الغرامات لا تتجاوز اصل الضريبة وبالتالي حافظ علينا احنا كمصلحة ان احنا نجري بسرعة ونخلص الملفات والفحص وبرضه ما بيش فيه اي عبء كبير على الممول ان احنا نطول فترات وترقم عليه غرامات في المستقبل يعني دي مجموعة من الامور قمنا بيها ودي اهم ملامحها اخر حاجة هو القانون كان برضو هام جدا كان فيه غرامات موجودة في القانون السابق لكل من يعني كان فيه طبعا احنا دايما عمنا على الممول ملتزم وطبعا عايزين نسهل على اللي بيحاول يلتزم ويخش معنا في المنظومة فكان فيه بعض الغرامات على بعض الامور اللي مثلا لو حد مقدمش اقراره في معايده لو حد اتأخر لو حد مقدمش الاقرار لو فيه مستنالات مش مضبوطة بس كان مشكلة ان الغرامات ما بتفرقش ما بين العقوبات او درجة العقوبة فاحنا عملنا هنا تدرج بحيث ان الغرامة تبقى مناسبة فكان المشكلة في الماضي انه لما فيه لجنة اهنا منازعات او حتى تروح التقاضي كان القاضي او رئيس لجنة اهنا منازعات ما عندوش مساحة يتحرك فيها غير رقم محدد احنا عملنا هنا تدرج وسهلنا الامور على الناس ودي كان تلات اجراءات من الاجراءات اللي وعدنا بيهم والحمد لله بنفزهم وهختم اقول ان احنا النهاردة دي اول بداية زي ما بنقول بناخد ان شاء الله موفق مجلس وزراء ان شاء الله نروح لمجلس النواب الموكر ونعرض هذا الامر واحنا عرضنا في لجنة خطة والموازنة الاسبوع الماضي ملامح هذا الامر وعرضنا حتى في اكتر من لقاء مع السادة النواب هذا الامر وان شاء الله نكره ونبتدي تفعيله ثورا زي ما بقول جاهزين بهذا الامر هختم بالدولة الرئيس قاله احنا دي حزمة الاولى من التسليلات الضريبية وان شاء الله نجي بحزمة اولى برضو من التسليلات الضريبة العقارية حيكون فيها نفس الفكر التبسيط والتسليل وبناء الثقة والشراقة واحنا متأكدين ان ده هيقوم بالنفع الجميع علينا وعلى الممول وعلى الاقتصاد المصري ان شاء الله يعني نيجي برضو بافكار كلها نقدر نحققها واحنا بنجيب الافكار عموما من الممولين ومن المجتمع الضريبي فان شاء الله نيجي بدا وبردو هنيجي ان شاء الله بمجموعة برضو من التسليلات في منظومة جمهورية عشان نبسط ونسهل الفكرة كلها ان الاستثمار يزيد والنشاط الاقتصادي يزيد وبالتالي الدولة تبقى اكبر مستفيد مع المجتمع الضريبي شكرا